العشاء 13 دقيقة على راديو ميد مرحبا بكم من هنا حتى نص النهار مع بعثنا إن شاء الله ومعاكم بش نبدأوا مع هادرا سحيحة هادرا سحيحة لليوم بش نحكيوا على حكاية تسئلوا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما بدت أختيكل في أستراليا قلوا ظهور فيروس جديد يستر تستر هادرا سحيحة هادرا سحيحة اليوم في أستراليا يقولوا أنه عشرة لايف حالة إصابة فيروس الهربس النتاقي هكا اللي سبب جدري الماء في ولاية كوزيلانت العام اللي فات وزادة اليوم في النهارة تذومة معناه في العام 2020 زادة عودوا تحطوا عليه دونك الفيروس هذا كل التفاصيل عليه بش ناخذوهم مع ذي فتنة سعيدة جدا بأنها تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة الأستاذة ريم عبد الملك أستاذة في علم الجرثوميات سبح النور أستاذة دونك دكتورة هالفيروس هذا واللي نوين نسمعوا فما فيروس والحكاية جديدة الحقيقة تبدأ دينا على قلوبنا شلي حكيته هذا وخاصة أنه ما نبدي في 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 أستراليا وفما التسجيل كما سمعنا أرقام يعني من الإصابات وراه الفيروس هداية له جديد لا حتى شيء هداية أقدم مني ومنكم البشر اللي عايشين على وجه البسيطة طوال كل ها هو الفيروس اللي يعطي البوشوغار والزوغار حتى مناطق كل واحد شنوع يسميه واللي يتخذف البدن وبعد كل عبد يكبر ولا يمرض شوية يعطي العنقود ها هو فيروس معروف قديم ياسر يجي دينا في الوقت هذا في كل عام عنا منه في تونس عنا منه في البلايس الكل في القرات الكل وعند البشر الكل انا احنا توا ملوغز معه خاطر فم برشة عبيد واللي تتكلم في حاجات ما تفهم هاش والاثاني بتاع الفيروسات بالعربي ياسر حاجة عجيبة جدا خاطر ما نقرأ واش التب والعلم الفيروسات بالعربي دوك اللي مش يقرأ حاجة ما وش مش يفهمها ويتفجع ويقول اشنو هدا فيروس يجي في وقته كل عام يجي مع اخر جتيه اول ربيع وساعات زادة في الخريس يجي دي مع خاطره يتعديه برشا عند الصغار يعطي لبو شغار ويعطي زغار ومن بعد عند الكبار يجينا بالعنقود عند العبيد الكبار يسانس الماء اللي عندهم نقص المناع الدكتورة زيستمو شكون الناس اللي تنصاب به وهل فيه هل هو البوزقار اللي نعرفوه انه اذا كان تم الاسابة بما يتعاودش صحيح ولا لا شنية العمار شريحة العمار هما اكثر عبيد تمرز بالبوزقار ولا بوزقار ولا بوشغار هما الصغيرات خاطر هو مرضو متاع الصغار هما العبد اللي نمرزش به هو صغير حتى العدوى سهل بالهوية يجي يمرز به مع صغاره تلقى ساعات عبد كبير عمره ثلاثين أربعين خمسين ممرزش به هو صغير كي صغير ولا يمرزوا يمرز معهم والزغار عند العبيد الكباري واللي اصعب شوية سوخته اذا عبد يتكيف يجي يقلقوا ويصلوا للرويرين تاعوا ويجي يوصلوا حتى الاسبيكار هما هو بطريقة عامة مرض خفيف ما يقلقش مش نقعدوا جمعة عشرين في الدار على الأقل وعند الصغيرات نغم المون نقعدوا 14 يوم من نمشوش نقرأوا خاطر يعدي بسهولة بالهوية وبالشدين خاطر هيك الشوية الماء اللي موجود في الجلدة هذك يعدي خاطر في وسط الفيروس إن فاضرينا نابس مقاش نعاود ونومرضوا بالزغار مرة أخرى هما هو الفيروس يرقض في البدن مقاش يخرج هذو ما الفيروسات متاع عبيد ممشوش للحيوانات نمرضوا بهم العبيد ليجي مشي مرض حتى حيوان آخر اما وقت اللي أنا نكبر تمناع متاع تكبر الحالة متاع التوازل ما بين الفيروس الريقد وما بين المناعة تتنحى ويجيما عاود يخرج ومن المرة هذي يخرج عنقود نفس الفيروسة اللي يمرز بها ونصغير تخرجوا عليه ونه كبير بسيسة عنقود والعنقود هي جنفاً مع بيدي مرضوا به مرابرك فمشكون ما يعودش ما يمرزش به والكل فمشكون يقعد ديما يعود له هذو كما عندهم نقص المناعة كبير يخلي أنه فما أطباء الجراسيم وقال الأطباء من المناعة يتبعوهم بطريقة مسترسلة وديما يقعدوا تحت الرعاية يعني حالة استثنائية مش مش متداولة مش نسكل هذو ما الحالات استثنائية بهي دكتورة أنا بش نستغل فرصة وجودك معنا حب نسألك ونرجع شوية لكوفيد ديزنوف للكورونا اللي ولا عندها زيدا ببرشة جيت فيه بعد الكوفيد ديزنوف بعد الكورونا اللولى في العامين هذو ما ظهرت أنواع جديدة هل ممكن أنها تظهر أنواع أخرى منها وينوصلنا زعماليوم في الوضع الويبائي اليوم دكتورة وله هو في طبيعة الأشياء الوضع كيف يبدأ البنبنية كيف تبدأ رهي تقعد مبين عاميين عربعة سنين ستة سنين انتي وشنو التاريخ خللنا في الوبائيات الهوائية هذي والوباء هذي بالذات الكوفيد قاعد بشوية بشوية يتنخى مش يولي مرض موسمي كيف ما وليت القريب القريب عام 1918 قاعدة ستة سنين أنها تحصد في الأرواح قاعدة 50 مليون بشار على الأقل نحن لا نحن في هذه كالجريب كل عام لا تقتل أكثر من 190 ألف 600 ألف نحن والعام نحن وصعوبة الجريب في العام هذي توقع دين في بداية النهية الفيروس قد ما تتبدل قد ما هيئة تتأقلم مع البشر من لو الجاية من الحيوين اتعاملت معنا بطريقة قوية يسر بدلنا لكل من عرفوه البشر تطلقوا برشا صاروا برشا أمويد الله يرحمهم صاروا برشا تعكورات عن برشا عبيد ربي معهم السبيتارات والعائلة الصحية الكل تعبت يسر وتطلقت نفسيا وجسديا وعائليا ولي تحب أنت الكل ما عندكم شو فكرة قد إحنا تعذبنا طوى بشوية بشوية الفيروس قاعدة تتأقلم مع البشر قاعدة بشوية بشوية تنقص في الصعوبة متاحة أما العدوة متاحة سهلة لغ أكثر العبيد اللي مرضوا المرأة هذي حسب مرينا في العالم الكل مرضوا بحالة خفيفة ساعات فماشكون أصلا لم يظهرت عليه حالانات أما ديما العباد الكبار الفوق اللي خمسة وثمينين سنة فوق ثمينين سنة هذوكم ديما يجموا يتعبوا هكذا هكذا يجب أن يكونوا ملاقين طوى بالنسبة لوقت الحالي الغمواء في سبيتارنا أحنا ما نشاهدون في بارشا مرضى اللي قاعدين طوى يجيوا وهما الحالات الصعيبة اللي تعكرت أما التعكر ساعات ولا يجي أبعد على الغضاء الغضاء تعكر يجي سابعة سمين يوم هكذا اللي نرى ويتعكروا حتى ساعات بعد جمعة ثلاثة لذلك القسم الإنعاش مزان مليئ أما الأقسم الأخرى مفارغة غلطيجمان فيهش بارشا مرضى وحتى الحالات متاع العباد اللي جاي للإرجانس واللي جاي للعيادة يسرق ليلا لذلك الفيروس قاعد بشوية بشوية اللي بيداني هذي الموجة هذي قاعدة توفى سيئ أمراه ويزن ردوا بيننا وهيكا العباد اللي ديما عندهم اللي امكان يمتع التعاكر يقود لما يعملوا فكسان تحن سوختوا العباد اللي فوق الـ 75 سنة والعباد اللي عندهم الأمراض المزنة وأنبخسي كله اللي عندهم برشة سنة هكك مرتبو عليهم على روحهم وتوثي للشعب التونسي رانا اللي شوفناها عباد سمين حاجم دون العقل يحاولوا الناس الكل يعاودوا يسترجعوا طريقة الماكلة مدعنا القديمة راهوا معناتها لاناكلة يقعدين يناكلوا فيها الناس نعرف للدنيا غالية واللي فما برش حاجات ولا ما تتشراج اما راهوا يناكلوا معناتها محمس ولا تشيش بالخزرة ومعنا شوية حوت ولا شوية اللي هو معناتها كل قدروا اما مش كان صندويتشات ومش كان بيتزا ومش قلق القلبي قلق الرويري قلقت المفاصل اللي يسمن مقاشي جميل تحرك وهي ذكا نهارة اليوم رو ظلت فعليه باي حاجة راهوا الان كان لي تعكر ومتعوا ديما اكبر ببرشة ببرشة من عدم هوش اسمي واضح دكتورة بعد اذنك اخر سؤال باش نسأل ولا شي انت خذين لها كمفوق الخدمة انه على قلت سيدك على التلقيح قلت انه نقعد اللقح شمعني ها نقعد اللقح يما فترت معين عنا عدد معين من التلقيح يلزمنا نتلقاوه كيفش دكتورة بالنسبة للتلقيح وخاصة نحكينا على الناس المسنة اللي قلت انه يلزمهم ديما يقعد يلقح كيفش هو طوره ليدي دني قعد لا تمشي احنا نتقلم معاها معنا هذه محاجة التوقعات ماهو مش حقائق المية احنا ديما نستأنس بالقديم اللي نعرفوه من الامراض الفيروسية الاخرى احنا توقع دين متوقعين الناس الكل انه الفيروس هذا مش يولي مرض موسمي كما الجريب يجي في الفشتي يولي هو فيروس موسمي ويولي سيهل وما يقلق برشة البشر الناس الكل يولي الفكسن موجود نغم الماء كل العباد اللي عندها امكانية التعاكر اللي نحن ديما ننصحهم بالفكسن كما فوق 65 و 75 و 75 و سكر مفرعس اللي عنده امراض في القلب اللي عنده امراض في الرياء اختيب اللي عنده السمنة المرأة الحبلة هذو ما الكل ديما كل عام ننصحهم أخنا إذا الأمور لم يتمشي في السنة غيول احنا متوقعين الناس الكل من هنا العمج الحمربي لم يتمشي بطريقة هذه لا يوجد توصيات واصحة لا نظن نعرف مئة في المئة كيف تتطور الأمور الامكانية انه لا يتمشي فيروس موسي كبير وكيف يتمشي نحن نقل معه كيف ومش نعمل الفكس كل العباد اللي عندهم مشكل في الصحة نواضح نشكرك برشا دكتورة ريم عبد الملك وستاذة في علم الفيروسات يعطيك صحة على هالتوضيحات هذية ونحن نقوله ديما انه نستندو للكفاءتنا التبية ونستندو للناس اللي عندها طبعا للعلم في الحكاية هذية ما نقعدوش نحكي حكاية فيسبوك شكرا دكتورة بان جوغنية مرسي بوكو يعطيك صحة موصلين معكم طبعا مجد صباح متواصل حتى النص النهار ترتحى مع الموزيكا ورجعين لدبرتنا ترجمة نانسي قنقر